بشرى صار للشعب المصري انتهى السيسي من طلاء طائرته الرئاسية الجديدة بعد عملية طلاء معقدة استغرقت عدة أسابيع في مدينة شانون بايرلندا ووصلت بحمد الله إلى مدينة هامبورغ الألمانية لإعادة الصيانة والتجهيز طائرة السيسي تكلفت عشرة مليارات جنيه أو عشر مليار جنيه مصري من أموال الغلابة ومن جيوب المصريين السيسي الذي جمع تيرليون جنيه من ضرائب الشعب المصري المطحون ثم أنفق منها عشرة مليارات على طائرته الرئاسية الجديدة العالم يعيش أزمة اقتصادية عالمية حرب روسيا وأوكرانيا أزمة الطاقة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز أزمة غلاء عالمية بعد كورونا اللي فات لطيف واللي جاي مخيف على رأي عمر أديب ولكن في عالم آخر يستمتع السيسي بإهدار أموال الشعب المصري على طائرته الرئاسية وطلائها وصيانتها دون حسيب أو رقيب الجوع والفقر والغلاء للمصريين والطائرات الرئاسية وحياة الرفاهية والطلاء والتجديد للسيسي وعائلته الأزمات الاقتصادية سببها الزيادة السكانية أما السيسي فيشتري طائرته الرئاسية ليبحث عن حلول لأزمة المصريين وهو قوة ملكة السماء يعوم البنك المركزي أو ليعوم البنك المركزي الجنيه المصري حتى يغرق وليصرخ المصريون من الفقر وغلاء المعيشة حتى تنقطع أصواتهم وليتحدث العالم عن أزماته الاقتصادية المستمرة فلن يضر هذا الجنرال الذي يمتلك طائرة بها من الرفاهيات والإمكانات ما ينسيه مصر وأهلها وشعبها المقهور ترجمة نانسي قنقر